السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما تتهمل في حركة مروحة الهواء التي تبدو فرشاتها وكأنها تتواجد في عدة أماكن في نفس الوقت بسبب سرعة دورانها قد يخطر على بالك أن هذا ما قد تكون عليه لجسيمات الكمومية والتي أثبت التجارب الشق المزدوج أنها تتواجد في أماكن متعددة في نفس الوقت وهي ظاهرة معروفة في ميكانيكا الكم وتعرف باسم التراق وعندما تتأمل الأمواج الناتجة عن سقوط حجر في بركة ماء إن هذا يشبه السلوك الموجي لجسيمات إن هذه التصورات الذهنية ليست صفيحة بالرغم من أن كثيرا من هذه الأمثلة تستخدم في الكتب وقاطع الفيديو لجعل ميكانيكا الكم تبدو واضحة وسهلة الفيديو في هذا الفيديو سأحاول أن أقدم لكم الشكل الحقيقي لجسيمات الكمومية وتوضيح المعنى الحقيقي للتراكب وازدواجية الموجة والجسيم في محاورة للوصول إلى التصور الفعلي للجسيمات الكمومية لنكشف في هذه الحلقة أن واقع ميكانيكا الكم يختلف كثيرا عن ما نتخيله وبالرغم من غموض العالم الكمومي إلا أنه يلعب دورا جوهليا في حياتنا وفي نهاية هذه الحلقة سوف أذكر لكم الكثير من تطبيقات ميكانيكا الكم وأثرها في حياتنا أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الفيزياء التعليمية في حلقة جديدة من حلقات تبسيط مفاهيم الفيزياء وقبل أن ندخل في عجائب ميكانيكا الكم دعوني أقدم لكم لمحة تاريخية سريعة حول تطور علم ميكانيكا الكم في البداية وبعد أن فشلت الميكانيكا الكلاسيكية في تفسير استقرار دوران الإلكترون حول الثرة لأن الشحنة التي تدور حول النواء بتسارع مثل الإلكترون ينتج عنها إشعاع كهرومان طيسي وفقا لمعادلات ماكسويل مما يعني أن الإلكترون سيخسر جزءا من طاقته بشكل مستمر وفي النهاية ينهار داخل النواء لكن العالم بوغر قدم حلا لهذه المشكلة من خلال افتراض أن الإلكترونات يمكن أن تتواجد دون أن تشعع طاقة إذا كانت تدور في مدارات مكممة تتناسب كمية حركتها الزاوية مع ثابت بلان ثم أظهر لويس دي برولي أنه إذا كانت مثل هذه المدارات المكممة موجودة فعلا حسب فرضية بور فإن الإلكترونات يجب أن تكون أمواجا تنتشر حول نواة الذرة أظهر التجارب الشقي المزدوج أن الإلكترونات تتصرف فعلا كالأمواج وهي ليست وحدها بل جميع الجسيمات الكمومية مثل الفوتونات وحتى الظرات تظهر أنماط تداخلية مما يعني أن لها طبيعة موجية طور شوردينجر معادلة لشرح هذا السلوك الموجي ولكن المشكلة هي أنه عند رصد هذه الجسيمات الكمومية نجد أنها تسلب سلوك الجسيمات وليس الأمواج وهذا يمثل مشكلة تعرف بمشكلة القياس وسنتحدث عنها بعض القليل اعتبر العالم ماكس بورن أن الموجة التي تحددها معادلة شوردينجر هي نوع من الاحتمالات لوصف جسيم كومومي وتحدد موجة الاحتمالية هذه العثور على جسيم في مكان معين ولا يمكن تحديد هذا المكان إلا عندما نقوم بالقياس ولكن قبل عملية القياس لا يمكن لأحد أن يحدد مكانه لأن الجسيم الكومومي يتواجد في كل مكان في الفراغ المشكلة هنا هي أننا عندما نراقب هذه الجسيمات أو بمعنى آخر عندما نحاول رصدها نجدها تسلق سلوك الجسيمات وهذا مثبت عملية في الغرف السحابية المستخدمة لرصد مسارات الجسيمات الذرية وفي معجلات الجسيمات حيث تتصرف كجسيمات وليس كأمواج عند إجراء الرصد أو المواحظة أو القياس لجسيمات كومومية تنهار الموجة وتسلق سلوك الجسيمات القياس يعني التفاعل وهو تفاعل الجسيم الكومومي مع أجهزة القياس حتى الآن لا يمكن لأحد أن يشرح كيف أو لماذا يحدث انهيار الموجة من خلال القياس هذه هي مشكلة القياس في ميكانيكا الكامل لا يمكننا أبدا رؤية أو لمس هذا العالم الكومومي مباشرة كلما نلاحظه يجب أن يمر عبر عملية القياس والتي تبدو أنها تؤدي إلى تحويل الجسيمات الكومومية إلى جسيمات مثل العالم الكلاسيكي الذي نعرفه كلما نعرفه عن العالم الكومومي هو توقعات وتنبؤات توفرها لنا الحسابات الناتجة من معادلة شوردينجا وبالرغم من أن دقة هذه التوقعات إلا أننا لا يمكننا رؤيتها بأي شكل من الأشكال وإذا أردنا حقا فهم واقع عالم ميكانيكا الكامل فمشكلة القياس هي مشكلة أساسية بحاجة إلى حل وتفسير بعض علماء الفيزياء النظرية لا يعتبرون هذا الأمر مشكلة طالما أن المعادلات تعمل بدقة وأن هذا ما يجب أن نهتم به لكن علماء الفيزياء التجريبية وأنا منهم لا يقبلون بهذا النوع من التفكير لأن الهدف هو اكتشاف وتفسير الأمور المبهمة وحل المشكلات الغامرة ماذا يعني أن الجسيمات الكومومية قبل الرصد تتصنف كالأمواج إن هذا يعني أن تلك الجسيمات تكون في حال التراكب وفسره العلماء على أن هذه الجسيمات تتواجد في عدة أماكن في نفس الوقت قبل أي تفاعل لكن هذا التفسير هو مجرد تبسيط لا يعكس حقيقة العالم الكومومي إذن ما هو التراكب حقا؟ أولا عليك أن تدرك أن الرياضيات في ميكانيكا الكام لا تصف الكون بل تصف ما قد نحصل عليه إذا قمنا بعملية قياس ما وبمعنى آخر الرياضيات تصف احتمال وجود جسيم كامي في مكان أو عدة أماكن في وقت ما في المستقبل هذا لا يعني أن الجسيم موجود في جميع تلك الأماكن لم تثبت القياسات العملية وجود الجسيم في مكان آخر أو في أماكن متعددة في نفس الوقت هذا لا يحدث ولا يمكن أن يحدث معادلة شردينجر تصف لنا احتمال نتيجة القياس يمكننا أن نقول بأن موقع الجسيم الكامي غير مؤكد حتى يتم قياسه وليس أكثر من ذلك الطريقة التي يجب أن تفكر بها هي أن الجسيم موجود في مكان واحد لكن هذا المكان يمكن أن يكون أي مكان حتى نقيسه الشيء الوحيد الذي نعرفه هو احتمال وجوده في مكان معير قد يثير هذا بعض الأسئلة ماذا يحدث عندما نقيس الأشياء؟ وهنا تكمن المشكلة لأن الآلية الدقيقة لما يحدث عند إجراء القياس أو كيف يخرج الجسيم من حالة التراكب غير مفهومة حتى اللحظة ولا تزال مشكلة القياس في ميكانيكا الكام قائمة إن عملية القياس هي في الحقيقة تفاعل نطلق على هذا التفاعل أحيانا المراقبة أو الرصد أو المراحضة وبمجرد أن يحدث التفاعل فإن الجسيم المتراكب لم يعد في حال التراكب ونرصد الجسيم في موقع واحد فقط قد تتساءل الآن كيف نعرف إذا ما كان الجسيم في حال التراكب قبل رصده لفهم كيف يبدو الجسيم قبل قياسه هذا يأخذنا إلى التجربة التي تخبرنا كيف يتصرف الجسيم قبل القياس وهي تجربة الشق المزدوج التجربة الكلاسيكية التي تظهر هذا السلوك المزدوج فإذا قمنا بإطلاق إلكترون واحد عبر شق مزدوج تظهر الإلكترونات على الشاشة الفيسفورية بشكل عشوائي ولكن مع استمرار إطلاق المزيد بالإلكترونات تظهر لنا بشكل تدريجي نمط تداخل الأمواج وقد تم شرح هذه التجربة في حلقة سابقة بعنوان غموض الإلكترون وسلوكه للمحير في عالم ميكانيكا الكام وسأضع لكم رابط في صندوق الوصف للإطلاع على هذه الحلقة باختصار استنتجنا من تجربة الشق المزدوج أن الإلكترون عبر من الشقين في نفس الوقت وتداخل مع نفسه ما يثبت موضوع التراكب هو أنه إذا قمنا برصد الإلكترون لمعرفة من أي شق يمر عبر الإلكترون يختفي نمط التداخل وهذا يظهر أن شيئا ما يحدث للإلكترون عند إجراء القياس أو التفاعل إذ لم يعد في حال التراكب ويتصرف كجسيم عادي وهذا الأمر يحدث أيضا مع الفوتونات والذرات والجزيهات ولتفسير هذا علينا أن لا نفكر في الإلكترون قبل قياسه كجسيم نقطي مثل كرة السلة بل كموجة وهذا يجعلنا نطلق مصطلح إزدواجية الموجة والجسيم حيث يكون الإلكترون سلوك موجي قبل عملية القياس وسلوك جسيمي بعد عملية القياس ومرة أخرى لا يجب أن نتخيل موجة الإلكترون كموجة الماء على سطح بركة بالشكل التفليدي بل هي موجة احتمالية تحدد احتمال وجود الجسيم وليس الجسيم نفسه موجة الاحتمال هذه هي مفهوم رياضي لا يعكس ما يبدو عليه الإلكترون قبل قياسه ولكن ليس لدينا طريقة لمعرفة كيف يكون ولكننا نعلم أن الرياضيات تقول إن الإلكترون موجود كموجة احتمالية حتى يتفاعل مع جهاز القياس إن هذا الأمر له بعض التداعيات العميقة في الفيزياء والتي تعرف مبدأ اللايقين أو مبدأ الشك وهو أحد الأسس الرئيسية في ميكانيكا الكام حيث أدرك آيذن بيرم أن أحد تداعيات ميكانيكا الكام هو أن فعل القياس يغير دائما الشيء المقاس ولتوضيح ما أعنيه لنفترض أنك تحاول الوصول إلى عملة سقطت منك بين مقاعد السيارة فإن محاولة الوصول إليها تجعلها تتحرك بعيدا عنك هذا هو تأثير القياس على من تحاول قياسه وينص مبدأ عدم اليقين على أنه لا يمكن معرفة مكان شيء ما وسرعته بالدقة في نفس الوقت بعبارة أخرى لا يمكن معرفة المكان وكمية الحركة في الوقت نفسه عندما نقول أنه لا يمكننا معرفة مكان الإلكترون لأنه موجة فإننا نقصد بالموجة هنا الدالة الموجية في معادلة شوردينجا وهذا مرتبط باحتمالية العثور على الإلكترون في أي نقطة في الفضاء لكن الموجة الجيبية المثالية للإلكترون تنتشر عبر كل الفضاء لذا فإن مكان الإلكترون غير محدد على الإطلاق ومن معرفتنا للطول الموجي للموجة الجيبية يمكننا معرفة كمية الحركة بدقة بفضل علاقة ديبرولي حيث تتناسب كمية الحركة مع ثابت بلانك مقسومة على طول الموجة وفي هذه الحالة يكون لدينا عدم يقين لا نهائي في الموقع ولكن يقين تام في كمية الحركة من ناحية أخرى إذا أردنا معرفة موقع الإلكترون بدقة فسيتعين علينا إضافة العديد من الموجات بأطوال موجية مختلفة لنحصل على نمط تداخل يعطينا موجة أكثر تحديدا تعرف بالنبض الموجي هذه الموجة المحددة تعطي موقعا أكثر دقة لكن الآن ليس لدينا أي فكرة عن كمية الحركة هذا لأن جميع الموجات التي تحتاجها لتحديد انتشار الموجة تمتلك أطوال موجية مختلفة يكون لها كميات حركة مختلفة وفقا لعلاقة ديبرولي نفسه إذن إما أن نعرف الموقع بدقة أو كمية الحركة بدقة ولكن ليس كلاهم المهم هنا هو أن هذا ليس خلا في أجهزة القياسة التي نستخدمها بل إن الإجابات الدقيقة لكل من كمية الحركة والموقع لجسيم كومومي لا توجد في الكون في نفس الوقت وسأضرب لك مثلا آخر من واقع الحياة وهو لو أنك أردت أن تقيس مقدار الضغط في عجل السياراتك فإنك سوف تضع جهاز القياس على فتحك الهواء للعجل وجزء من هذا الهواء سوف يتسرب لمجس القياس وبالتالي فإن قياسك للضغط تغير قبل أن تبدأ عملية القياس نفسه أي أن ضغط الهواء في العجل قبل القياس لا بد أنه اختلف بعد عملية القياس ولا توجد طريق لقياس الضغط بالضبقة في اللحظة التي ترغب فيها قياس هذا الضغط أعلم أن هذا الأمر صعب القبول ويتعارض تماما مع تجربتنا اليومية لأننا لا نرى هذا السلوك الموجي في الأجسام الكبيرة مثل كرة السلة أو كرة التينز أو حتى جزيئات الغبار الصريرة حسنا دعوا لي أقول لكم أن جزيئات الغبار وكرة السلة وكرة التينز تتصرف كالموجات تماما مثل الإلكترونات ويمكن حساب أطوال موجاتها مثل الفوتونات أو الإلكترونات باستخدام صيئة برولي وسنحصل على طول موجي أصدر حتى من قطر البروتون وبالتالي لن نلاحظ السلوك الموجي للجسيمات المادية وكل هذا يعود إلى صغر ثابت بلانك سأطلب منك عزيزي المشاهد أن تصف كيف سيبدو العالم لو كان ثابت بلانك بقيمة كبيرة وليكن 6 جول في الثانية وشاركنا أفكارك في التعليقات وسأبدأ بنفسي واصفا لك حدث خطر على أبي افترض أنك ترغب في مصافحة زميلك ستبدو لك يده قبل المصافحة كأنها موجة احتمالية متواجدة في عدة أماكن في نفس الوقت أي تكون في حال التراكب وكل ما تستطيع هو أن تحدد احتمالية رصد يده في مكان معين ولكن بمجرد أن تلمس يدك يده ستتحول حالة التراكب هذه إلى جسيم عادي له موقع محدد وتتم المصافحة أليس هذا غريبا؟ نحمد الله على أن ثابت بلانك ذو قيمة صغيرة جدا هل لك أن تفكر في أمثلة أخرى؟ اكتبها في التعليقات لنرى كم هو غريب هذا العالم الكومي لنعود الآن إلى السلوك الموجي للإلكترونات وأثره في فهمنا للمتارات الدائرية للإلكترونات حول النواء والذي نراه عادة في الصور هذا أيضا تصور غير صحيح الصورة الأفضل والأنسى بأن الإلكترونات تتواجد في سحابة احتمالية حول النواء النقطة الرئيسية هنا هي أن الكون كمي الكميات المألوفة مثل الطافة وكمية الحركة والشحنة الكهربائية والكتلة وربما حتى الزمان والمكان ليست كميات متصلة بل تحدث في وحدات منفصلة مكممة وعلى سبيل المثال حال الطاقة الإلكترون وكمية حركاته الزاوية وخصائصه الأخرى تكون مكممة لذا إذا انتقل الإلكترون من حال الطاقة قدرها 3 إلكترون فولت إلى 13 إلكترون فولت فإنه لا يمر عبر أي قيم طاقة متداخلة بل إنه يختفي تماما من حالته الابتدائية ويظهر في الحالة الجديدة ولا يتواجد أبدا بين هتين الحالتين وبعد كل هذا دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة لميكانيكا الكام في حياتنا اليومية لنأخذ مثلا عالم الكمبيوتر الذي يعتمد بشكل كامل على ميكانيكا الكام حيث أن القدرة على التلاعب والتحكم في خصائص كهربية للسيليكون تأتي من التعامل مع الطبيعة الموجية للإلكترون الليزر والاتصالات مثالا آخر حيث يعتمد عمل الليزر على عملية ميكانيكية كمومية تعرف بالإنبعاث المفتحث وفي كل مرة تستخدم الليزر سواء بشكل غير مباشر عند إجراء مكالمة آدفية أو بشكل مباشر عند مسح كود في متجر فإنك تستفيد بشكل عملي من ميكانيكا الكام تستخدم مبادئ ميكانيكا الكام أيضا في التشفير مما يسمح بنقل المعلومات بأمان من مكان لا خردون اختراقها كما أن هناك خاصية محيرة في ميكانيكا الكام تمكن الطيور من رؤية ورصد الحقول المغناطيسية للأرض حيث اكتشف فريق من الفيزيائيين في جامعة كاليفورنيا أن عدة أنواع من الطيور قادر على رؤية الحقل المغناطيسي للأرض بفضل التشابك الكومومي ميكانيكا الكام ليست محصولة فقط على المقاييس الذرية استخدم الفيزيائيون حالة غريبة من المادة مكونة من الضرات شديدة البرودة لاستكشاف سلوك الكام على المقاييس الكبيرة مثل الموصلية الفائقة والسيولة الفائقة وتكثف بوز أينشتاين الموصلية الفائقة هي ظاهرة التي تقوم فيها بعض المواد بتوصيل الكهرباء بدون أي مقاومة عندما يتم تبريد المادة إلى ما دور درجة حرارة معينة هذا الجانب الغريب من انخفاض المقاومة إلى الصفر استغرق أكثر من خمسين عاما لفهمي إنها خاصية غريبة للميكانيكا الكام حيث تتجاذب الإلكترونات في بعض المواد التي عادة ما تتنافر وتترابط معا وتنهار في حالة كمؤية واحدة إذا وضعت مغناطيسا فوق موصل فائق سيضفر مغناطيس والسبب في ذلك هو أن الحقول المغناطيسية لا تستطيع اختراف الموصل الفائق لذلك تقوم بإلغاء الحقل المغناطيسي وصده السيولة الفائقة هي ظاهرة أخرى لميكانيكا الكام حيث يفقد السائل كل لوزجته ويتدفق بدون أي احتكاك وبدون فقدان أي طافة حركية أما تكاثف بوز أينشتاين الذي يطلق عليه أيضا الحالة الخامسة للمادة يتكون عادة عندما يتم تبريد الغاز في البوزونات عند كثافات مرخفضة إلى درجة حرارة قريبة جدا من الصفر المطلق تحت هذه الظروف قد يشغل عدد كبير من البوزونات الحالة الكومومية الأدنى وعندها تصبح ظواهر ميكانيكا الكم المجهرية مثل تداخل الدوان الموجية واضح بشكل كبير وعند هذه النقطة لم يعد من الممكن التمييز بين الظرات المنفردة وتتصرف المجموعة الكلية من الظرات كأن هذا لاعم لا حالات الكم هذه يمكن أن تؤدي لتطبيقات عملية في الأجهزة النيترونية الدقيقة والحوسبة الكومومية وأجهزة الاستشعار فائقة الحساسية إن ضغبت عزيزي المشاهد من التوسع أكثر في مثل هذه التطبيقات التي ذكرتها ستجد لها شرحة مفصلا على شبكة الفيزياء التعليمية ما عليك سوى زيارة موقع الشبكة التعليمية وكتابة الظاهرة التي تود المزيد من المعلومات عنها في صندوق البحث وستصل إلى الموضوع الماضي وفي الختام قد تبدو ميكانيكا الكم مجرد مفاهيم غامضة ومعقدة لكننا هنا سعينا إلى تبسيطها وإضاح جوهرها بشكل يجعلها قريبة ومفهومة وفي نهاية نحلتنا نأمل أن تكون قد أضاءت لك هذه الحلقة بعضا من جوانب هذا العالم المثير وأن تكون قد أوجدت لك زاوية جديدة لتفكر فيها تذكر أن عالم الكأم ليس بعيدا عن حياتنا اليومية بل إنه نشكل الأساس لكل شيء حولنا لا تتردد في المشاركة بأفكارك وأسئلتك في التعليقات ودعنا نواصل استكشاف هذا الكون المذهل معنا وحتى نلتقي في حالة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته